اليوم يوان هابيتت عم تقدم محطات لغسل الإيدان لأهالي منطقة برج حمود والطريقة الجديدة هيدا المحطات تشتغل عدعسات من دون ما تضطر انك تلمس فيها خصوصي بزمن انتشار جائحة كورونا فريق يوان هابيتت الهندسة اشتغل على تصميم نوعي ليكون أداة لرفع الوعي حول مبدأ النظافة الجماعية وغسل الإيدان بالمناطق المكتزة سكنيا لمكافحة انتشار أي وباء وأي مرض هالمحطة مصنعة من مواد مقاومة للصدى والعوامل الطقس من شتي وشمس وحر وبرد على هيدا المحطة موجود دليل لكيف نغسل إيدانا بالطريقة المثالية المتصميم الواقع والمتصميم والبروز في القنان في التصميم الجعوم الإنسان البشرة المناثين المتحدة ورسل الإعداد الم POWر الأخرى الأساسي تدخل على طف встреч السباد الإسان المتصميم بالنسبة لتكلمير المواد بل realizing ومتصميم الاتفاية والإجتنظم ومتصميم بخصوص في التقنامي ايواد تتبير النظام وسط حفظات التهليم والحوارات أخطاق حول هذه التغلب من الناس تلاحbach الإجهام والحوارات والسلام المخبار المقاطعية أيضًا على المنحلة المتجزة واللغة المتجزة هذا التغيق يدعى ريكات حادثة المطاقية الصحية المتجزة وتضرحت الفقرات وفشاكين المغاربين ومفهرات المجموعة التي تقوم في المدانات في الأرعاب المعطالية اخترنا عدة أماكن عامة بأربع أحيا من بيروت وجبل لبنان لنحط فيها 22 مقصر للإيدان وتم تحقيق هالشي من خلال التنسيق المباشر مع المعنيين مثل بلدية بيروت بلدية برج حمود ومجمعية المساعدات الشعبية للإغاثة والتنمية من هيك ولأول مرة بلبنان رح يتم تركيب مغاسة للإيدان بالشوارع في الأرصفة، أماكن البلدية الشاغرة أو حد المرافق العامة اللي بتخلي غسل الإيدان متاح للجميع من دون أي استثناء بوجود هالمغاسل الكل حيساهم ويشارك بالاهتمام فيه السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية المحلية والأفراد المتطوعين تعهدوا بسيانة هالمحطات وتنظيفها بشكل دوري وتعبيتها بالماء والصابون والمحارم باستمرار هالمشاركة الفعالة بالسيانة والتشغيل بيخلع عند الجميع إحساس بملكية المغاسل وبيضبن استدامتها واستمراريتها هالمغاسل راح تسمح لأكبر عدد من الناس أنه يستفيدوا منها من خلال حمايتهم من الأمراض الصحية المحتملة وبرنامجي أنهبيتات راح يدعم هيدا الأمر من خلال سلسل التدريبات للتعزيز وعي وبناء قدرات مقدمين الرعاية والمستفيدين المباشرين اشتركوا في القناة